اهلا بكم الى موجز اخباري من قناة عدن الفضائية شارك فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الامن الدولي الذي انطلقت اعماله بمدينة ميونخ الالمانية وذلك في مستهل برنامج حافل بالنقاشات واللقاءات الرئاسية مع عدد من القادة والفعاليات الدولية المشاركة في التجمع العالمي العريق لتبادل وجهات النظر حول التحديات المشتركة وسبل تنسيق المواقف والرؤى على مختلف المستويات ومن المقرر ان يكون فخامة الرئيس متحدثا رئيسيا الى المؤتمر العالمي في فعالية نقاشية حول بلادنا والوضع في البحر الاحمر وخليج عدن والدور المطلوب من المجتمع الدولي لدعم الحكومة في بلادنا وتعزيز سيادتها على سواحلها ومياهها الاقليمية استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العالمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمقر اقامته في مدينة ميونخ الالمانية وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني وذلك على هامشي عمال مؤتمر الامن الدولي وفي اللقاء نقل وزير الخارجية البحريني لفخامة الرئيس تحيات اخيه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وتمنياته لفخامته وعضاء مجلس القيادة الرئاسي مفور الصحة والسعادة والشعب اليمني الامن والاستقرار والسلام بدوره حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الوزير الزياني نقل تحياته وعضاء المجلس للقيادة البحرينية وتمنياته لها وافر الصحة والعافية ولشعب البحرين الشقيق كل التقدم والرخاء وفي اللقاء شهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مملكة البحرين مثنيا على الدعم السياسي الذي تقدمه المملكة الشقيقة للشعب اليمني وقيادته الشرعية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية قال وزير الإعلام والثقافة وسيحة معمر الإرياني إن إعلان البحرية الأمريكية اعتراض قارب على متنه شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها لميليشيا الحوثي الإرهابية تابعة لإيران تأكيدا جديدا على وقوف نظام طهران خلف أعمال القرصان البحرية والهجمات التي تطال السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وأشار الإيرياني إلى أن المجتمع الدولي أدار ظهره طيلة سنوات الإنقلاب لنداءات والتحذيرات الحكومية من مخاطر التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن والاستقرار اليمن والمنطقة مؤكدا أن الشعب اليمني دفع منذ العام 2014 ثمنا فادحا للسياسات الإيرانية وأطماعها توسعية وتدخلاتها السافرة في شؤونه الداخلية تصدت قوات الجيش الوطني لهجوم شنتهم لشي الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مواقع الجيش الوطني في محافظة صعدة وأقال قائد الواء الثالث حرس حدود العمي سليمان نويهي إن قوات الجيش الوطنية أفشلت هجوم الميليشيات الإنقلابية على بعض المواقع العسكرية في محور علب وأكبدتها خسائر كبيرة في العدة والعتاد موضحا أن الميليشيات الإرهابية استخدمت في الهجوم مختلفا وعلى أسلحة وقذائف الهاون والمدفعية دشنت بمحطة الحاويات ببناء عدن أولى رحلات الخط الملاحي الجديد اس ال جي مباشرة من جمهورية الصين عبر الباخرة توب انجيب القادمة من ميناء ناناشا الصيني والمحملة بأربعمائة وسبح حاويات وأوضح مدير فرع شركة التوكيلات وقلاء الخط الملاحي الجديد طارق حسين إن الخط سيتولى عملية تنظيم رحلة السفن الشحن على نحو مباشر من الصين إلى عدن دون توقف أي موانئ أخرى والوصول إلى عدن موشرا إلى وصول الباخرة تدشينا للخط الملاحي الصيني الجديد الذي يربط الموانئ الصينية ببلادنا بشكل مباشر نهاية الموجز أنتم الوطن بخير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر